اشتركوا في القناة المحتوى الدرس بتاعنا عن 3 عناصر إن شاء الله ربنا يسر ووقت الحلقة بتاعنا يسيعنا إن شاء الله ونغطي التلات عناصر تعال نشوف مع بعض كده التلات عناصر اللي احنا هنتكلم عنهم إن شاء الله أول حاجة رقم واحد العنصر الأول دراسة أسباب عيوب المباني دراسة أسباب عيوب المباني العنصر الثاني طرق المعالجة إزاي نعالج المباني رقم 3 أعمال السيونة يبقى التلات عناصر اللي احنا هنتكلم عنهم من نهارة إن شاء الله أمة التلات عناصر دول أول حاجة نعرف ونحدد أسباب العيوب المباني إزاي نعرف نعالج العيوب ديت تالت حاجة نعمل سيونة عشان ما ترجعش العيوب ديت رقم هنتكلم أول حاجة من نهارة إن شاء الله في حلقتنا عن العنصر الأول اللي هو بنتكلم عن إيه؟ دراسة عيوب المباني وطرق المعالجة وطرق إيه؟ المعالجة هنمسك أول حاجة دراسة عيوب المباني العنصر الأول دراسة عيوب إيه؟ المباني بيتكلم عن إيه؟ دراسة عيوب المباني لازم أن الأول يا باش مهندسين نحدد لازم أن نحدد أول حاجة ونعرف أن العيوب ديت زي ما حضرتك بتروح للدكتور مش أول ما هو بتروح داخله وتروح قاعد قدامك دهوات بيروح مطلع الرجيتة ويروح كاتب لك العلاج بتاعك لا لازم أن يعرف أنت تعبان من إيه وتشتكي من إيه طيب وهل المرض ده أو التعب دهوات اللي انت بتشتكي منه هل هو مثلا وراسي أو هو مثلا عدوي أو هو طبيعي الجسمك كده ولا هو مثلا مجرد وقت وكدهوت مثلا أصابك زعل وكدهوت أو تعرضت الزعل فبناء عليه بيحدد التشخيص بتاعه طيب يبقى احنا بنتكلم عن دراسة أو تنقسم أمراض المباني أو الحاجة في الحلقة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله اللي هي العيوب أول حاجة تنقسم أمراض المباني إلى عنصرين إيه هما تعال مع بعض كده نقول أمراض عامة أمراض عامة وأمراض متخصصة أمراض عامة وأمراض إيه متخصصة إيه هي الأمراض العامة وإيه هي الأمراض المتخصصة عاوزين نعرف إيه أول حاجة الأمراض العامة هنقوله الأمراض العامة دي بتنقسم إلى نوعين بتنقسم إلى إيه نوعين ايه هم اللي نعين دولت اول حاجة اول حاجة العنصر الاول اللي هي امراض ذاتية امراض ايه ذاتية يعني نتجة من المبنى ذات نفسه من العناصر بتاعت المبنى ذات نفسه طيب العنصر التاني هتلاقيها امراض خارجة عن ايه عن المبنى يعني جاية او بتصيب المبنى دوت ايه من الخارج طب تعال نشوف كده مع بعد يبقى تنقسم الامراض العامة ايه هم نقط ونقط او مثلا اذكر تنقسم الامراض العامة ايه نوعين ايه هم امراض ذاتية وامراض ايه خارجية يعني حاجة داخلية في الجسم بتاع المبنى ذات نفسه وامراض جياله من برة طيب تعالا نتكلم بقى على اول حاجة مع بعض جداواة الامراض العامة الامراض الايه العامة هنتكلم عن الأمراض الزاتية الأمراض الزاتية نتجع من إيه؟ أو تصيب المبنى إز הוא بwww نوع الأول قلنا مع بعض الأمراض الأمراض العامة اللي هي أمراض المباني هي عبارة عن أمراض ذاتية ناتجة من جسام المبنى ذات نفسه ناتجة من إيه؟ من جسم المبنى ذات نفسه طب تعال مع بعض جدوات إيه الأجزاء اللي ممكن تصيب المبنى رقم واحد او العنصر الاول ضعف الاساسات ضعف الاساسات يعني انا مثلا عمل عمارة عشرة دوار مجيش اعمل مثلا الاساسات الايه الاواعد بتاعتي مثلا متر ونص في متر ونص مثلا او اتنين متر في اتنين متر وارتفاعها خمسين لا يا باشماندس يبقى انا عمل اساسات ضعيفة عمل الميد او عمل السميلات بتاعتها ضعيفة ممكن ما يكونش مثلا ينفع او يلزم ان انا اعمل اساسات اللي هي الاساسات السطحية اللي هي الاساسات اللي هي الانفاصلة اللي هي الاواعد المنفاصلة او مثلا اعمل ليبشن لان اذا انا عايز الصالح Everyday لحاجة تانية عميقة اسمها ايه خوزي يبقى انا بشوف الحاجة اللي تناسب المبنى واعملها عشان ما اتقصرش عليه بعد جده طيب او يبقى اول حاجة ايه العنصر الاول مع بعض ضعف الاساسات او الهيكل الانشاء هيكل الإنشاء يعني ما أعملش مثلا إيه أعمل العمود مثلا 25 في 25 مثلا أو 30 في 30 وهو عز يبقى متر في متر أو مثلا متر في 50 أو متر في 30 على حسب الأحمال والإيه ووظفة المبنى اللي أنا إيه هشتغل فيه المبنى ده هل هو مثلا مبنى للمستشفى أو للمسجد مثلا أو مثلا مصلحة حكومية كل الكلام ده على حسب الأساسات يبقى ضعف الأساسات أو الهيكل الإنشاء أو الحواتل إيه الحملة حواتل حملة يعني أنا باني المبنى بتاعي على طريقة الحواتل حملة إن أنا بابني إيه بابني الحيطان كلها وبعد جوات أصب إيه أصب بلط السقف بتاعت طيب سمك بلط لسمك الحواتل هنا ممكن بقى إيه أروك مثلا إيه يعني أتنصح كده أو أتحك على إيه على الرجل صاحب المبنى وبدل ما أعمل سمك الحيطة 25 لا أقول له مثلا إيه ده ما كان الحيطة نقط ممكن نعملها 12 طيب ما هل 12 ديت أنا مثلا إيه يعني حاولت إيه أنا أوفر بس بعد دوت هيسيب الكلام دوت هيأثر على المبنى بتاعي ويسبب له أضرار ممكن يحصل شروخ وممكن يحصل إيه إنهيارات في الجزء ده أو في المبنى كله عمت يبقى أول عنصر أول حاجة إيه ضعف الأساسات ضعف الأساسات أو الهيكل الإنشائي الهيكل اللي هو مثلا إيه عبارة عن عمدان أو كمرات وبلط السف ممكن يكون الضعف الهيكل اللي هو العظم بتاع المبنى بتاعه أو الحوائط الحملة إن أنا بوفر في إيه في سمك الحوائط العنصر الثاني نشوفه مع بعض تحمل المبنى لثقل أكبر من حمل الأمان تحمل المبنى لثقل أكبر من حمل الأمان التصميم يعني إيه كلام ده المبنى ده أنا عمله عشان يستحمل أو يشيل مثلا إيه 500 طن أو العمود ده عمله عشان يشيل عمود بس خرصانة أنا بعمل العمود ده أبعاده طوله في عرضه في ارتفاعه عشان يتحمل بس 2 طن عمود واحد طيب لو أنا عملت العمود ده أقل من كده في المسافة بتاعته لا بعد بتاعته تمام بعد جدوات حملت عليه الـ 500 طن دولار مش هستحمل العمود على طول هيحصل له انهيار هيشرخ ويبهدل المبنى بتاعه وزي ما احنا شوفنا عمير كده هوت بسبب العمدان ديات انهارك تمام يبقى أنا لازم لازم أصمم المبنى بحيث انه هو يتحمل الأحمال اللي هتوها عليه ما يبقاش المبنى بتاعي تمام عامله مثلا لوظيفة معينة واجي بعد جدوات يا باش مهندسين اروح عامله ليه العمدان بتاعته يعني ما تتحملش الأحمال اللي هتوها عليه مثلا زي المستشفى وهيتحط فيها مثلا المعدات بتاعت الإشاعات والأجهزة الليزر والكل الإمكانيات ديت واجهزة التحليل وفي الآخر ألاقي المبنى مش مستحمل مش مستحمل ليه لأنه هو الأحمال أو الأعضاء الأجزاء بتاعت المبنى بتاعي تمام أقل في القيمة بتاعت التحميل بتاعتي مش قادرة تستحمل ليه الأحمال اللي هتوها عليه تعالي نشوف العنصر التالت مع بعض ننتهي للعنصر التالت عدم اتزان المبنى هندسية عدم اتزان المبنى هندسية يعني ايه أستاذ عدم اتزان المبنى هندسية احنا عارفين في مادتنا مادة حساب الإنشاءات تمام من شروط اتزان المبنى من شروط اتزان المبنى أو لما بيجي يقولك مثلا في مسألة ويقولك اثبت ان الشكل ده متزن أو في حالة اتزان متزن أو مش متزن بتعمل إيه حضرتك بتقوله لازم نطبق ثلاث قوانين أو ثلاث قواعد إيه هما الثلاث قواعد طب نيجي بقى للمبنى المبنى دو يتأثر بيه ممكن تجيله قوة أفقية تمام سواء القوة الأفقية دي جاية من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال لازم القوة الأفقية دي شرط الاتزام بتاعه يكون صف لازم يكون إيه يا شباب لازم يكون صف رقم اثنين القوة الرأسية سواء جاية لك من تحت أو جاية لك من فوق تمام لازم يكون صف يبقى شرط الاتزان من شرط الاتزان في المبنى بتاعي أو في العدو مثلا في العمود أو القمرة مثلا لازم يتحقق له ثلاث قوانين إيه هما أول حاجة القوة الأفقية يمين شمال لازم تبقى إيه لازم تبقى بصف الشرط التاني أو القانون التاني أو القاعدة التانية بتقول إيه إن القوة الرأسية سواء جاية لك من فوق من تحت يعني إيه يعني الكل الاحمال الرأسية الي جاية من فوق ورد الفعل الي جاي لي من تحت دوت لازمن يكون الناتج بتاعه ايه لازمن يكون ناتج المجموعة العملية الحسابية ديت لازمن يكون صفر طب고 النقطة التالتة او القاعدة بتاعت التالتة ايه هي لازمن المبنى بتاعه او القمر ديت ممكن تتعرض لدوران اللي هو العزم لازمن تتعرض لالعزم يبقى قوة افقية قوة رأسية اللي هو والدوران اللي هو العزم. لازم النتج العزم سواء مع عارب الساعة او ضد عارب الساعة لازم ان يكون سفر. يبقى الثلاث قواعد بتاعة المبنى بتاعة عشان يبقى في حالة التزال لازم ان يكون الثلاثة قوة افقية. القوة الافقية اللي هيتعرض لها. القوة الرأسية او العزم اللي هو الدوران بتاعي تمام سواء مع عارب الساعة او ضد عارب الساعة لازم ان يكون النتج بتاعهم الثلاثة لازم ان يكون صفر. طب لو طلع حاجة من ايه من التلاتة دولار بقيمة حتى لو نص. نص طن مسلا. يبقى ايه المبنى بتاعي مش متزه. يبقى لازم العنصر التالت في العيوب بتاعتها عشان اتلافها عدم اللي هي الايه. عدم اتزان المبنى هندسية. عدم اتزان المبنى هندسيا. بيعرض للمبنى. ليه? للهبوط او حدوث مثلا ايه. تشركات في المبنى بتاعي. طب تعال نشوف النقطة. اللي بعد كده. او الرقم اربعة. هبوط التربة تحت اساس المبنى. هبوط التربة تحت اساس الايه المبنى. جايب لك انا سلايس صغن انا هو. وبيبين لك الحيطة وتحت الحيطة اهو تحت الحيطة بتاعتها تمام. بدأ التنهار او بدأ الحيطة بدأ الحائط هو يميل ناحية اليمين او ممكن يميل ناحية الشمال. نتيجة ايه? ان انا ما عملتش جسات للتربة. تبدأ التربة التربة تحت ضعيفة. وانا ما عرفش. انا روح تبنيتك دهوة من غير اعمل اختبارات او تحليل التربة او دراسة التربة. تمام؟ صممت اللي نفست على تربة ضعيفة. التربة ضعيفة ديه بعد اما الاحمال بعد اما المبنى اتبنى عليها. تمام؟ تمام بدأ يستقر. بدأت التربة تتخلقل من تحت الاساس. اللي حصل يا اساس. التربة ضعيفة وبدأت تتدك بدأت تتضغط. بدأ المبنى ايه؟ ينهار بتاعها او يميل. يحصل شروق او يحصل انهير للمبنى كله. يبقى النقطة رقم اربع اللي هو بايه؟ من العيوب هبوط التربة تحت اساس ايه؟ هبوط التربة تحت اساس المبنى. طب تعالنا ننتقل للنقطة رقم خمسة. حدوث هبوط غير متكافئ في اجزاء المبنى. حدوث هبوط غير متكافئ في اجزاء المبنى. لو انا عندي المبنى كبير مثلا ايه؟ طول المبنى مثلا المستشفى طولها مثلا خمسة وعشرين او تلاتين. طول المبنى مثلا تلاتين متر. تلاتين متر ديت. هل انا عامل الارضية بتاعت كلها مستوى واحد? هل الارض تحتيها? التربة تحتيها؟ التربة ديت. خل من مادة واحدة؟ تربة صخرية كلها؟ طب انا عشان ايه؟ احافظ على المبنى بتاعي. وبرضو لو حصل مثلا اي عبو ولا حاجة ممكن ايه؟ ما يقصرش على المبنى كله. وبعمل فواصل ايه؟ بنسمعها فواصل تمدد وانكماش. فواصل تمدد ايه؟ بعد خمستاشر متر من المبنى او بعد مسلا كل ستة متر بروح عامل فاصل مبنى فاصل رأسي. بتلاقيه ما بين العمدان او بتلاقيه ما بين الحواطة وبتلاقيه ايه؟ في الف الارضيات. وبيتغطى كده بسدايب او حليات من الايه؟ من الالامونتات. تمام؟ الكلام دوت لازم لازم اعالج المبنى ده من فواصل الهبوط او معرض للهبوط. الهبوط دوت ممكن يكون في جزء من المبنى. تمام؟ يبقى رقم خمسة حدوث هبوط غير متكافئ في اجزاء ايه؟ في اجزاء المبنى. جزء من اجزاء المبنى. حصل له هبوط. هاي اثر ممكن يأثر على المبنى او جزء من المبنى. النقطة رقم ستة. حدوث تمدد غير مدروس. حدوث تمدد غير ايه؟ حضرتك بنيت ومن غير ما تفكر. تمام؟ واشتغلت وروحت عملت المبنى بتاعي. حصل له ايه؟ حصل له عملية تمدد. ليه يا باش مهندس؟ لان انت ما درستش المبنى طبيعة المبنى في الاول ديت عبارة عن ايه؟ والاحمال اللي هتأثر عليه فيما بعد. تمام؟ حصل حدوث تمدد غير ايه؟ يعني مفاجئ. انت حضرتك ما عملتش حسابك في الايه؟ في الدراسات زي ما بنعمل. مثلا ايه؟ لما بتيجي مثلا تعمل عمل ايه ولا حاجة؟ بتعمل اشعاعات وبتعمل تحليق. نفس الكلام بينطبق على المبنى بتاعي. لازم ان اعمله سواء الدراسات من ضمنها جس وفحص التربة. بشوفي طبقات التربة طبيعتها ايه؟ هحتاج مثلا سند جوانب حفر. هنزح المياه الجوفية ديت. ولا مش هحتاج مثلا مواطر للشفت. اللي هتعترضني. تمام؟ من ضمن الحاجات هل طبيعة التربة ديت هتحتاج ان انا ألجأ. ليه؟ ان انا اعمل فاصل تمدد وانكماش. اللي هو تمدد والهبوط ديت. تمام؟ ولا مش محتاجها. يبقى لازم ان اعمل دراسة كاملة شاملة للمبنى بتاعي. تعال ان ننتقل بعد كده هوت. النوع ليه؟ النوع التاني. احنا قلنا النوع ليه؟ النوع الاول اللي هي الامراض الزاتية. امراض عامة. امراض عامة بتنقسم ليه؟ لشقين. ايه هم؟ امراض ذاتية. نتجة من المبنى ذات نفسه. نتجة من ليه؟ من طبيعة المبنى ذات نفسه. المبنى ضعيف. اساساته. او ممكن يكون الهيكل بتاع. او ممكن يكون الحوائط. ممكن يكون التربة تحتيها ضعيفة. كل الكلام ده. ممكن حصل تمدد مفاجئ. او تمدد غير مدروس. كل الكلام ده اسمها. اسباب ايه يا شباب؟ اسباب ذاتية. طب تعالي بقى نقول الاسباب او النوع التاني. اللي هي الامراض العامة. النوع التاني ايه؟ ايه هو؟ بنقول اسباب خارجة عن المبنى. بعيد عن المبنى. المبنى كويس بس هي جات له ايه؟ صعيقة من بره. ايه هي يا بشمانديس؟ او جاله مرض من بره. فيروس او جاله ميكروب من بره. ايه هو الفيروس او الميكروب ده يا استاذ او يا دكتور؟ الفيروس ده جاله من بره. نتيجة ايه؟ نتيجة لقدر الله مثلا زلزال او مثلا ايه؟ فيه حصل سيول. فيه حصل لقدر الله حرب. فيه حروب مثلا. حصل دمر للمبنى. حصل نسف للمبنى. كل الكلام ده. ممكن يقول لقدر الله حصل حريق للمبنى. كل المبنى ده ممكن يتأثر جزء منه. او المبنى كله بيتاكل. بتلجأ لعملية الصيانة او الترميم او بتهد المبنى كله وتنشوه من اول وجديد. ده اللي هو النوع الايه؟ تاني. تعال نشوف مع بعض كده النوع التاني اللي احنا بنكلم عليه. تحدث نتيجة اي مؤثر خارجي. يبقى النوع التاني ايه؟ يحدث نتيجة اي مؤثر خارجي. النوع الاول احنا اتفقنا مع بعض. عشان ما ايه؟ ما انتوشك دوة. النوع الاول بيحدث بيحدث من ايه؟ من المبنى ذات نفسه. طيب النوع التاني بيحدث نتيجة اي مؤثر خارجي. اي مؤثر ايه؟ خارجي. يحدث عنه ضمار او تلف شامل للمبنى. زي ايه؟ ناتج من الحروب. او زي ما قلنا ناتج من الحريق. او الزلازل. او البرقين. او الفيضانات. او السيول. او او اي حاجة جايله من بره تأثر على المبنى. او جزء منه. يبقى دي اسمها ايه؟ اسباب. ها؟ ايوه شباب. حد يفكرني كده. ايوه. اسباب ايه؟ في اسباب ذاتية. وفي اسباب ايه؟ خارجي. تمام؟ طيب النوع. تعال نشوف العنصر اللي بعد كده مع بعض. احنا خلصنا بقى الامراض العامة. خلصنا كده مع بعض ايه؟ اول حاجة في حلقتنا النهاردة. من الامراض بتنقسم الامراض لنوعين. ايه هما امراض عامة وامراض ايه؟ تخصصية. الامراض العامة قلنا امراض ذاتية وامراض ايه؟ خارجية. تمام؟ طيب تعالنا بقى ننتقل للنص التاني من انواع الامراض الفنية او الامراض التخصصية. ايه هي؟ هي الامراض التي تصيب احد عناصر المبنى. في نوع او اكثر من الاعمال المضيئة المتخصصة. يعني يا استيز عازة فهم الكلام ده. عندي مثلا مصورة مية او مصورة صرف. مصورة الصرف حصل مثلا اللي حصل لنشع في الحطار. حصل تسريب مية ونزلت على السقف والحطار زي ما اتكلمنا في حلقتنا اللي قبل كده. كمام؟ ايه اللي حصل؟ المية دي هتأثر على مين؟ هتأثر على بند واحد؟ اه هتأثر على المواسير. ده في الاول هتأثر على مين؟ على المواسير. يبقى دوت اسمه ايه؟ مرض تخصصي. مرض فني ايه؟ تخصصي. طيب خلصت وقفت لغاية المواسير؟ ولا مع الاهمال اللي احنا اللي احنا سايبينه كدهوت ومش حطين في دماغنا اللي المية دي هتأثر على المبنى؟ تمام؟ لا ده المية كانت في البداية كانت حاجة بسيطة وممكن تتعالج مثلا ايه؟ بمبلغ صغير. ان انا اشيل المصورة وحط مكانها او مثلا اشوف ايه المكان التسريب وعالجه. لا سبتي مع الاهمال دوت بدأت تخشيلي في عنصر تاني او في تخصص تاني. كان الاول في تخصص الصحي. تمام؟ لا مع الاهمال دخلت في الحيطان. بدأت ايه؟ بدأت تأثر على اوليب التوب وبدأت تأثر على المونة. بدأت تخش بعد جواء على طبقة البياض. يبقى دخلت على كذا كذا ايه؟ كذا تخصص. يبقى الامراض الفنية التخصصية تعالى بقى مع بعض كده نفهمها؟ لو قال لي اذكر الامراض الفنية التخصصية او ما هو ما هو المراد من الامراض الفنية التخصصية. تمام؟ هتروح اعين له ايه باشماندس. هي الامراض التي تصيب احد عنصر واحد يعني احد عناصر المبنى في نوع او اكثر. في نوع او ايه؟ او اكثر من الاعمال المتخصص مثل ايه؟ رشح المياه. رشح المياه ده بس الواحده ممكن يصيب مواسير ايه؟ المياه او مواسير الصرف او الاتنين معا. وتمتد بعد جوات مع بعض لأيه؟ عشان تأثر مع مين؟ تأثر على طبقة البياض والبياض الداخلي او الخارجي او الارضيات. طب تعالى بعد جوات نشوف ايه اللي بعديها؟ هندرس مع بعض كده احنا عارفنا الايه؟ كده احنا عارفنا الامراض اللي ممكن تصيب الايه؟ المبنى بتاعي. طب نبدأ بقى نيه؟ نبدأ نعالج؟ اه نبدأ نعالج يا استاذ. طب نعرف نحدد اسباب عيوب الايه؟ المباني؟ يبقى انا شخص الاول هل هل المرض ده اساسي؟ وطبيعة المبنى بتاع صحته ضعيفة على قدها؟ ابدأ بقى اعالجها ابدأ اعمل لها عملية تقويم تمام؟ ولا جاي حاجة من برا؟ طيب حددت وشخصت تمام؟ نبدأ بقى ايه؟ نعالج ادي لك العلاج المزبوط اللي هو ايه؟ ينفع ويتناسب مع الحالة ده؟ طيب نعرف بقى ايه؟ اسباب عيوب المباني. تعال نشوف مع بعض كده. لما يجي سؤاله هيقول لي اسكر اسباب عيوب المباني. هنقول له ايه؟ اسباب عيوب المباني او تنقسم اسباب العيوب المباني الى اربع انواع. ايه هم؟ اول حاجة اخطاء في التنفيذ. ممكن يكون خطأ ناتج في التنفيذ. تعال نشوف الرقم اثنين. عيوب في مواد البناء. ممكن يكون مواد البناء اللي انا استخدمتها اصلا فيها عيوب. ناتج منها او في داخلها عيوب. اثرت على المبنى بتاعها. رقم ثلاثة. هبوط في التربة. هبوط في الايه؟ في التربة. الرقم اربعة. اجراء تعديلات غير مدروسة. يبقى مع بعض كده شباب لما يجي يقول لي اسكر عيوب المباني. هنقول له عيوب المباني تنقسم الى اربع انواع. ايه هم؟ رقم واحد. خطأ ناتج من التنفيذ او اخطاء في التنفيذ ذات نفسها. وانا بنفذ. اتنين. عيوب في المواد اللي احنا بنستخدمها في مواد البناء. انا استخدمت مثلا خامة. الخامة ديات مش مطابقة للمواصفات. رقم ثلاثة. حصل هبوط في التربة. رقم اربعة. اجراء تعديلات غير مدروسة. يعني المبنى طالع ومنشأ. تمام تمام. بس حبيت ان انا اعدل في الشكل بتاعي. تمام. ووضيف شوية اي نحية جمالية في المبنى بتاع. يبقى هم الاربع اسباب من عيوب المباني. هم الاربع اسباب دولار. تعال نشوف مع بعض بسرعة كده. ليه؟ الخطأ الناتج في التنفيذ. الخطأ الناتج في الايه؟ في التنفيذ. اولا اخطاء في التنفيذ. رقم واحد. عدم مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات القياسية. عدم مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات الايه؟ القياسية. يعني ايه استاذ. يعني انا استخدمت. لما باجي من مثلا ايه؟ نكتب مواصفات في جدول بين الاعمال. في المعيسة بتاعتي. بقول ان يجب ان اوليب الطوب دي تكون تمت الحرق. تكون محرقة ايه تحت درجة. درجة حرارة معينة. تكون اوليبها. الاوليب الطوب دي تكون مأساتها موحدة. رقم ثلاثة. تكون تتحمل ايه؟ تحمل جهد مثلا او ضغط معينة. الضغط دوات ممكن يكون الاوليب دي. انا كل الكلام ده اهملته. يعني ما استخدمتش اوليب مواصفات معينة في الاوليب. ما استخدمتش اوليب ان ايه تم تم حرقها ايه؟ بضرجة عالية وضرجة مناسبة. كل الكلام ده ان انا استخدمت اوليب مش منتظمة الابعاد. في اوليب كبيرة وفي اوليب صغيرة. كل الكلام دوات بيعرضن ايه؟ من ضمنها عدم مطابقة المواد المستخدمة في الايه؟ عدم مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات القياسية. المواصفات الايه؟ القياسية. طيب. تعال نشوف النقطة. ممكن يكون استخدمت اسمنت. الاسمنت دوات ممكن يكون درجة النعمة بتاعته. مش مناسبة لطبيعة الشغل بتاعي. تمام؟ ممكن يكون انا استخدمت اسمنت مع التخزين بتاعي. الاسمنت ده تعرض للرطوبة. يعني تعرض ان فيه اجزاء فيه بقى خلاص شكت وتصلبت وبقيت عبارة عن كتل. انا رحت اهملت كل الكلام ده واستخدمت اسمنت صلاحيته. يعتبر خلاص انتهت. وضع وحطته في الشغل بتاعي. يبقى ده ناتج من الاخطاء في الايه؟ في التنفيذ. اخطاء في بتنفيذ. نتج عن اول عنصر. اللي هو بيقول ايه يا باشماندسين. عدم متباقة المواصفات. او عدم متباقة المواد المستخدمة للمواصفات الايه؟ القياسية. تعال نشوف النقطة اللي بعد كده. رقم اتنين. عدم الالتزام بتنفيذ الرسومات. عدم الالتزام. حضرتك وانا واقف في الموقع معايا شتات او رسومات بتاعة الموقع. اللي هو الدور مثلا ايه؟ عند اول لوحة. لوحة الاساسات. لوحة الاواعد والعمدان. تمام؟ عند اللوحة اللي بعديها. لوحة الدور الاول. اللوحة او الدور الارضي. بعد جوة الدور الاول. وهكذا الادوار المتكرر. انا ملتزمتش باللوحة او الرسومات اللي انا عملتها. وممكن يكون انا غيرت في سمك الحيطة. كل الكلام ده بيأثر على الايه؟ بيأثر على المبنى. وقت اللي ايه؟ ناتج من خطأ ليه؟ اننا ما نفستش صح. ما نفستش ايه؟ ما نفستش صح. طيب ايه؟ النقطة رقم اتنين ايه شباب تعالى مع بعدي كده؟ رقم اتنين. عدم الالتزام بتنفيذ الرسومات. عدم الالتزام بتنفيذ الرسومات. وكذلك اسماك الحوائط مما يعرض المبنى ايه؟ للانهيار. رقم تلاتة. عدم رش الطوب جيدا. عدم رش الطوب جيدا. احنا اتكلمنا قبل كده. لازم قبل ما بتستخدم الطوب. لازم يترش بالمية. عشان اللي الطوبة دي ممكن تكون متعرضة للشمس. فلما تيجي تحطها على طبقة المونة تنتص نسبة المية اللي موجودة في المونة. بعد جوة طبقة المونة دي تبقى ايه؟ ضعيفة. يحصل عنها ايه؟ يحصل عنها الحائط بتاعي او الجزء اللي انا بنيته بالطريقة دي. تمام؟ وما طبقتش المواصفات بتاعتي صح؟ يحصل ايه؟ يحصل ان المبنى ضعيف. او الحائط ده ضعيف. يبدأ يتشرق بدأت المونة تتفرول. بدأت تقع. تمام؟ لازم اعالجي الكلام ده. يبقى. رقم تلاتة. عدم رش الطوب جيدا بالماء النظيف. عدم رش الطوب جيدا بالماء ايه؟ النظيف قبل البناء. حتى لا يمتص ماء المونة ويسبب تشققها وعدم ايه؟ تمسكها. طب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده مع بعض. اربعة. تم البناء دون مراعاة رش المباني مرتين يومين على الاقل. لمدة سبعة ايام. لازم ان ارد بعد ما بابن الحوائط بتاعتي. لمدة سبعة ايام. مرة الصبح. مرة بالليل. مرة او اخر النهار. بعد ما الشمس تروح. ارش الحوائط دي بتاعتي مرتين يوميا. يعني ايه؟ مرة صبح زي العلاق كده. مرة صبح ومرة ايه؟ ومرة بالليه. طيب. النقطة اللي بعد كده. عدم تنفيذ وتثبيت السلم المحمل ككابولي. تعال مع بعض كده يا أستاذ. احنا اتفقنا مع بعض في ايه؟ في الدرس. لو احنا بنشتغل. تثبيت طرق الدرج. بنقول ان الدرجة دي فيه جزء فيه طرف منها بيسبق جوة الحيطة داخل الحيطة. وفيه طرف بيبقى حر. فيه طرف بيخش جوة الحيطة. ويتحبي ويسبق جوة داخل الحيطة. وفيه الطرف اللي ايه؟ الطرف الحور. يبقى الطرف ده طالما الدرجة سبتت من طرف واحد اللي هي نقطة النقطة التثبيت دي. تمام؟ يبقى دي انا بسميها درجة ايه؟ درجة مسبتة كابولي. لو انا مراعدش نيه النقطة والخطوات اللي احنا قلناها ان احنا ننضف وان احنا نرش الميا وان احنا نسبت ونوزن الدرجة افك ورأسي تمام تمام. ونسبتها ونزبطها. تمام؟ مراعدش كل الكلام ده معرض للايه؟ للانهيار او لحدوص عيوب في المبنى. يبقى رقم خمسة عدم تنفيذ وتثبيت السلم المحمل كابولي على الحائط. ويعتمد متانة السلم اهو. يعتمد متانة السلم على اساس التثبيت الجاية في الحائط. والاهمال في ذلك يسبب ايه؟ هبوط طرف درجة السلم. ثانيا العنصر بقى التاني فاسباب عيوب الايه؟ المباني. عيوب في مواد البناء. تعال اللقصها بسرعة كده يا استاذ. عيوب مواد البناء زي ايه؟ انا استخدمت مواد غير متابقة للمواصفات. لما في الجزء بتاع المواصفات في سنة تانية دمام؟ قلت لك وشرحت لك المواصفات الفنية اللي هي يجب توفرها في المواد المستخدمة في اعمال البناء. المية لازم ان تكون صالحة للشرب. لازم ان تكون خلية. لازم ان تكون مثلا نظيفة. لازم ان تكون ما يبقاش فيها اي مواد عدوية او زيتية او اي مواد غريبة. الخلاصة بتاعتها تكون صالحة للشرب. يبقى انت حضرتك استخدمت مية غير المية الصالحة للشغل. او للشرب ديت. يبقى انت بتسبب ايه؟ عب من العيوب. طيب استخدمت مثلا اولي بتوب غير المواصفات الفنية اللي احنا اتفقنا عليه. يكون تم الحرق ابعاد موحدة. مأسات موحدة. يتحمل ضغوط معينة. تمام؟ لو انت ما استخدمتش اولي بتوب ديت. يبقى معرض ليه؟ معرض للانهيو. طب ايه تاني؟ عندك الرمل يا استاذ. الرمل ديت لازم تكون الرمل اللي احنا بنسميها الركام الصغير. الركام الصغير دوت يا باشمانديسين. لازم يكون خالي من اي مواد غريبة. لازم يكون خالي من الاملاح. لازم يكون خالي من الطفلة او الطينة. وقنا لك ازاي تختبر الرمل لو هي نضيفة وما فيها الشنة ازاي وبتجربة المنديل. تمام؟ يبقى ده الركام الصغير. لازم يكون المواصفات الفنية متوفرة في الكلام ده. لازم تكون الاسمنت اللي احنا هنستخدمه. مطابق لليه؟ للمواصفات. ازاي مطابق للمواصفات يا استاذ. لازم يكون درجة نومة معينة. لازم يكون ليه؟ لازم ما يكونش تعرض للشكة او التصلب او تعرض للرطوبة. لازم يكون الزمن بتاعه او صلاحية الانتاج بتاعه تكون صالحة للشغل بتاعه. طيب. تعال لبعد جدوة يا استاذ. ده العنصر التاني واحنا لخصناه اهو. عيوب. لخصناه مع بعض. وقلنا. اول حاجة الاسمنت غير مطابق للايه؟ للمواصفات. اللي هو من حيث النعومة ودرجة النعومة وزمن الشك اللي ابتداء واللايه. وانها اتكلمنا على الركام اللي هو الرمل الصغير لازم يكون خالي من المواد الطينية او الاملاح او اي شواب او اي مواد غريبة. ايه تاني؟ مياه الخلط لازم تكون نظيفة وصلاحة للشرب. مواد البناء. كل مواد البناء لازم ان تكون مطابقة للمواصفات. مواد البيض ونفس النظام. كل الكلام ده لازم ان يكون ايه؟ مطابق للمواصفات. في الاخر خالص. نهاية النقطة دي يجب ان يكونوا مطابقين لمنصة علي المواصفات القياسية. بنيجي في الايه في نهاية البند دي يجب ان يكون مطابق للقود المصري. يكون مطابق للايه؟ للايه المواصفات المصرية القياسية او المواصفات القياسية الايه المصرية. ما بينقصين القود الايه المصري. عشان تتحمل ايه المقاومة والمتانة. ابتعالا بقى نشوف العنصر التالت بسرعة كده عشان ايه؟ عايزين ناخد اكبر كده اكبر قدر من الحلقة بتاعتها. تمام؟ دي الشغل بتاعنا كبير والوحدة بتاعتنا كبيرة. فعزين نلخصها ايه؟ بسرعة. تالت حاجة هبوط في التربة. يبقى احنا اتكلمنا اسباب. اسباب ايه يا شباب؟ اسباب من اسباب عيوب المباني. العنصر التالت ايه؟ هبوط في التربة. قلنا اول حاجة. قلنا اول حاجة ايه يا شباب. ايوة. من ضمن الاسباب ايه؟ ان انا استخدمت مواد او خمات غير صالحة في الايه؟ في الشغل. ده العنصر اللي هو رقم اتنين. طيب العنصر الاول الخطأ الناتج في التنفيذ. الخطأ الناتج في الايه؟ في التنفيذ. تعال نشوف مع بعض كده هبوط في التربة. هبوط في التربة تعالى برضو نلخصها بسرعة كده قد. ان انا اشتغلت. دخلت على طول على التربة بتاعت او على الموقع بتاعي. ورحت حفرت ورحت بنيل ورحت رميت الاساسات بتاعتي. بأي ابعاد بأي ارتفاعات طول عرض ارتفاع. ورحت طلعت بالمبنى بتاعي. ولا درست. ولا حللت التربة بتاعتي. ولا عملت لها جسات. عرفت طبقة التربة. فين التربة الصلبة او التربة الصالحة للتأسيس على عمكة قد ايه؟ كل الكلام ده وقت بايه. لو انا ما درستش التربة وطبيعة التربة اللي انا هنشئ عليها المبنى. هتعرض المبنى الايه؟ للهبوط. ده ملخص النقطة الثالث. هبوط في التربة كثيرا من المباني التي ظهرت بها عيوب مختلفة لم يتم عمل جسات لتربتها قبل البناء. وبالتالي فان تصميم الاساسات قد بنى او قد بنى على افتراضات. انا افتردت من نفسي واشتغلت ايه؟ كل الكلام ده اجتهادي من نفسي. اثبتت الايام بعد فترة اثبتت الايام انها كانت خاطئة. كل الافتراضات اللي انا اشتغلت عليها اثبتت ان هي ايه؟ خاطئة. طيب كل الكلام ده هيؤدي هيؤدي الكوارس طبعا. مما ادى الى حدوث هبوط في المباني. مما ادى الى حدوث في الايه؟ هبوط في الايه يا شباب؟ هبوط في المباني. طب تعال مع بعض كده. رابعا اجراء تعديلات غير مدروسة. العنصر الرابع من اسباب عيوب المباني. ايه هو؟ اعمال التعديلات. يعني انا عند المبنى طالع. تمام؟ لقيت. لقيت مثلا القول ايه؟ قدامي مساحة. قدام العمارة اللي انا قاعد فيها. مساحة كويسة في الشارع. ممكن اروح جاي كده ايه؟ اعمل فيها بقى ناصح. واقول ايه؟ طب ما انا اعمل شكلي بدل اما انا قاعد في شقة كده ات عاملة زي الصندوق بالزبط كده ات. طب ما اطلع بايه؟ ببلكونة. اطلع بكبول كده هوت من الحديد زي ما بنشوف مثلا بعد العمارة او البلوكات اللي هي معمولة ديت. واروح راشي فيها مسلا كمرتين حديد واروح ايه؟ واروح مجلدها واروح طالع بحط الجلسة حديد كده هوت واستغلتها وعملتها ايه؟ وعملتها بلكونة. كل الكلام ده غلط يا أستاذ. كل ده اكتهدات تؤدي ان ايه؟ المبنى بتاعي ينهار. انت درست طبيعة المبنى بتاعك او طبيعة الشقة بتاعتك ولا ما درستهاش؟ لما درستهاش. هتؤدي ايه؟ ممكن تلاقي الوجهة بتاعتك بدأت ايه؟ تشرك. وممكن تلاقي الحطة بتاعتك بدأت ايه؟ تميل تنهار. عشان الطربة ضعيفة. ممكن حديد التسليح اللي انت المبنى بتاعك. حديد التسليح اللي انت اللي معمول في بلات السقف. بدأ يتاكل وبدأ يصدي وبدأ يتاكل. تمام؟ بدأ اللي اتخانة بتاعته فاي 13 او بدأ فاي 16. لا بدأت تتاكل وتصدي. بدأ ايه؟ بدأ يعني زي الشعرك ده هوت مثلا كترها زي الحديد اللي بنستخدمه في الكنات. فاي 6. من 13 لفاي 6. بدأت الستة دي بدأت تتاكل. لقيتها ايه؟ يعني حاجات رفيعة في الحديد خلاص. يبقى انت عايز تدعم الحديد. هل انت درست الحديد ده شفته صالح ولا مس صالح ولا عايز يتدعم؟ هل الخرصانة بتاعتي سليمة ولا مثلا ولا ضعيفة؟ عايزة تتاوى؟ كل الكلام ده بيأثر على ايه؟ التعديلات. طيب ممكن تيجي تقول مثلا انا اعد في قوضة صغيرة هي وفي عندي بلكونة كبيرة. طيب ما انا يا باشماندس بدل اما انا عامل بلكونة كده هوت ومحدش بيقعد فيها وبيتنشر فيها الغسيل. لا يا باشماندس هد الحطة ديت ودخل البلكونة. ندخل البلكونة في قلب القوضة يا باشماندس. يبقى انا وسعت على نفسي كده. لا هتلاقي القوضة ديت خدتك وراح ايه؟ وحضرتك قاعد في الشارع بالبلكونة اللي انت هدتها ديت. تمام؟ يبقى حضرتك لازم تعمل تعديلات لازم لازم تكون التعديلات ديت ايه؟ مدروسة. درستها ازاي يا باشماندس? حللتها ازاي؟ عملت تعليات. عملت تعديلات. كل الكلام ده مغامرة من حضرتك. حضرتك بتجازب بالمبنى او بجزء منه. تمام؟ يبقى انت حضرتك لازم تعمل كشفات اللي هي التحليل والاشعاعات وكل الكلام ده عشان تشوف اللي هي طبيعة المبنى. يستحمل التعديلات ولا لأ؟ تعالى او الخلاصة بتاعت التعديلات يجب ان تكون التعديلات الغير مدروسة تمام؟ ان التعديلات الغير مدروسة وتغيير الاستخدام ان انا غيرت حاجة ما كان حاجة تمام؟ دون التأكد من تحمل التربة والمنشأ ومقاومته للاستخدام الجديد. يعني انا غيرت في طبيعة المنشأ بدل ما انا كنت اعملها مثلا مكان قاعد فيه او مثلا شقة للمعيشة لا اعملتها مثلا يعني عيادة وفيها مثلا قدت عمليات لا ما ينفعش هل الكلام هل الاستخدام الجديد ده او الاستخدام الحديث ده هيتحمل ولا ما يتحملش؟ طيب بعد جدوات يا باشماندس كل ده هيأثر على المبنى هيأثر على المبنى باشماندس ويعرضوا للهبوط او للنهيار طب تعالى بقى نبدأ نعالج الشغل بتاعنا المهم تمام؟ ازاي نعالج حيطة ازاي نعالج حيطة الحيطة دي فيها شرخ الحيطة بتاعتي فيها شرخ ازاي نعالجه؟ تعالى بقى مع بعد جدوات اول حاجة اصلاح تصدعات الحوائط الحاملة اتفاتي معاك من الاول ان مادتنا دي مادة جميلة لازم ان حضرتك تركز معايا وان ما كانتش هتفيدك في حياتك الدراسية هتفيدك في حياتك اللي ايه العملية او في حياتك اللي ايه المعيشية ممكن يكون عندك مثلا ايه شقة الشقة بتاعت والدك مثلا او شائتك تمام؟ وحصل فيها شروق بدل ما اجيب حد من برا ازاي عالج الشروق دي اتعالى بقى نركز مع بعض كده هو تمام؟ اول حال يا باش مهندس عندي مثلا الشرق ده شرق صغير فبدل ما اعمل مثلا اجيب صناعية ونبهدل الدنيا ونبهدل الشقة او مثلا نبهدل المكان ده لأ ممكن تكون حاجة على قدك دوت الشرق دوت ممكن يكون في حدود تلاتة مل ايه الخطوات اللي انت هتعملها عشان تعالج الشرق ده يا باش مهندس اول حاجة الشرق دوت لازم ان حضرتك تعال مع بعض كده علاج الشروق لما يكون مثلا الشرق ده في حدود تلاتة مل عايزة عالج الشرق دوت هتعالجه ازاي حضرتك اول حاجة هتروح جايب الليه الاجنة بتاعتك والمطرقة تمام؟ وتروح مقصر مقصر الشرق ده بحسب العمك بتاعه بحسب الايه العمك بتاعه الشرق دوت هيبقى شكله ازاي؟ لازم ان يكون مديلك شكل الفي شكل الايه؟ شكل الفي كده هت يا باش مهندس طب فيه طبقة بياد يمين وفيه طبقة بياد شمال يا أستاذ تقصر طبقة البياد اللي على يمين الشرق وعلى شمال الشرق مسافة عشرين سنت يمين ومسافة عشرين سنت ايه؟ شمال يبقى اول خطوة احنا عملنا ايه؟ قصرنا الشكل على حرف ايه؟ على حرف في الخطوة التانية او تكملة الخطوة ان انا بقصر طبقة البياد اللي على يمين وشمال الشرق بمسافة مقدارها كام؟ عشرين سنت طيب يا أستاذ فيه اجزاء فيه اولي بتوب لقيتها مقصرة شيلها وحط وعالجها وزبطها وشيل الكلام اللي هي النقطة الضعيفة ديت وحطي مكانه طيب بعد جوات يا باش مهندس هنعمل ايه؟ آه هروح جايب البلاور واروح نفض الطراب اللي هو موجود على موجود في قلب الشرق اروح من الفضل طب الطراب دوت عشان ما يعملش عزل يا أستاذ وبرضه اتطمن ان ليه الطراب دوت خلاص بقى مش موجود عشان ما يعملش عزل ما بين طبقة اللي ما بين الطوب وما بين طبقة المونة اللي انا هضيفها ديت تمام؟ لازم اروح رششها بايه؟ بشوية المية اروح رشش الشرق ده بالمية طب بعد ما بروسش بالمية ايه اللي بيحصل يا أستاذ؟ اروح جايب بعد جوات يا باش مهندس اروح جايب مادة من كميوات البناء الحديث اسمها اديبوند 65 وتروح جايبها بالفرشة كده وتروح داهن الشرق بتاعي طيب بعد ما بتدهن الشرق الشرق اللي موجود دوت يا باش مهندس ايه اللي بيحصل بعد جو ده هو هتروح جايب مادة المونة بتاعتك وبتضيف عليها المادة في مادة اسمها كونفيس كونفيس اتنين اف كونفيس اتنين ايه اتنين اف طيب المادة ديت بنحطها على المونة ليه يا أستاذ؟ المادة ديت بنحطها على المونة عشان عشان ما تديش ايه المونة ما يحصل لاش عملية انكماش عشان ما عملت طبقة المونة ممكن بعد حضرتك بتروح ما ايه مزبط طبقة المونة بتاعت ديت وتمامي التمام الخطوة اللي بعدها يا باشماندس ايه اللي بيحصل حضرتك بقى خلاص ممكن بعد ما بتزبط طبقة المونة وسبتها تشد وخلاص ونشفت تمامي التمام عايز سدهن بتروح ممكن ايه فيه عند بتوعكم موات البناء الحديث الحديث لفت من الايه زي لفت الشاش كده هو بتروح جاي بمادة راسقة وبتروح دهينها على الايه على الشرق داوات يا باشماندس وبتروح المادة ديه المادة ديه اللي هي اللفة الشاش دي بيبقى ايه في المحور بتاع الشرق يعني نصها يمين الشرق ونصها ايه شمال الشرق وبتروح مصنفرة وبتروح دهن عشان بعد فترة بعد اما تدنه يتخلص وتفش ما تلاقيش ان الشرق داوات بدأ الاسر بتاعه مسلا يطقطق او مسلا بدأ ينمل او بدأ ايه يعني فيه تنميل في طبقة الباد لا بروح جايبها كلها حتة واحدة وبرح خفيها بطبقة الخش دي طب لو انا عندي الشرخ دوت واسع شوية يا الساس مش 3 ملي اكبر من 3 ملي وليكن مثلا نص سنتي او مثلا 7 ملي ايه اللي هيحصل نفس الخطوات اللي انت عملتها في الاول يا باشماندس تيجي بعد جوة تكمل عليها هتكمل ايه بقى هتروح جايب الشانيور يا باشماندس وتروح مخرم اخرام على مسافات رأسية على مسافات رأسية من 25 ل50 ويمين وشمال الايه يمين وشمال الايه الشرخ تمام اول حاجة اروح مخرم خرم يمين وسوق بيمين وسوق بايه الشمال طيب بعد جوة تيجي بعد يا باشماندس هتروح جايب دبوس على شكل الواي على حل ايه على شكل الايه اليو قصدي تأسف طيب حتة الدبوس دي يا استاذ ايه هنعمل ايه انت كده بتدبس الحيطة يا باشماندس انت حضرتك زي دبوس الايه زي زي الدبابيس بتاعت الدباس حضرتك روح تحطي الدبوس ده طب الدبوس دوت يا باشماندس ممكن يصد يا استاذ اه ممكن يصد حضرتك بقبل ما بتحط الدبوس ده في السجب بتاعه او في الخرم دوت يا باشماندس بتروح دهنه بمادة اسمها مادة ايه يا باشماندس مادة اسمها كيمة بوكسي كيمة ايه كيمة بوكسي بتحافز على الحديد ده من الصدق حطيت الدبوس تلعت مسافة من 25 ل50 وحطيت الدبوس التاني وهكذا دبست الحطة كلها يا باشماندس رحت لايه وروح تلبشت عليها حضرتك رحت عملت طبقة المونة بعد ما عملت طبقة المونة ديت وزبطت الحطة بقى وشها عدل تمام تمام قبل ما ايه قبل ما اتزبط لا استنى بقى انت استعجلت يا استاذ ايه اللي هيحصل على الدبابيس دي يا باشماندس هتروح جايب الشبك البقلاوة تمام وتروح فرضه على الايه تروح فرضه على الشارق يا باشماندس برضو الشبك البقلاوة ده نص يمين الشرخ ونص شمال ايه نص شمال الشرخ طيب السلك ده هنفضل سندينه بايدنا لا هيصمر بمصامير طب المصامير دي رفاية يا استاذ وممكن يقع السلك طب حضرتك هتروح جايب ورد من الصاغ تروح حطت الوردة وتروح حطت المصمر وتروح مصمر وروح تسبت السلك البقلاوة دوت طب بعد جايب دوت السلك ده هيصد يا باشماندس هتروح قبل ما ايه بالمصامير بالورد دي بطبقة بطبقة العزل او طبقة الكيموات البناء دي اسمها ايه كيمابوكسي تمام كيمابوكسي 131 المادة دي يا باشماندس هتروح دهنها بالفرشة وبعد ما تشد تروح مترتش وبعد جواهت ايه تروح مشطة بالحطة بتاعتك وتروح دهنها والشرق ده انسى انه هو يرجع تاني تمام ده على حسب على حسب الايه ده احنا ده اللي هو موجود عندنا في المنهج وعلى زبمة اللي موجود عندنا في الكتاب المدرسي مش ولا دعية ولا ايه حاجة باشماندسين ده اللي موجود عندنا في الكتاب المدرسي عشان تتبع الخطوات الصحيحة بتاعتك تمام دي الخطوات اللي هي اصلاح الايه التصدعات لا تجرأ اعمال الترميم الا بعد التأكد من ان الشرق ده ايه كل الكلام ده قبل خطوة صغيرة قبل الخطوات اللي احنا قلناها وازاي عالج الشرق ده لازم تعمل خطوة ايه حاجة صغننة بسيطة ايه هي لازم ان تتأكد ان الشرق ده مستمر ولا الشرق ده خلاص بقى سابت بقى ميت ما بيتحق ايه ما بي مش شغال ما بيسرحش في قلب الحيطة بتعمل بقى يا بشماندس البقى جدية بقى صغيرة من الجبس او ممكن فيه ناس بتروح جايب ايه شريط اللي هو الشريط ده يا بشماندس اللي هو بقرة اللازق بتاعت الدوك وتروح لازقها على الشرق يمين وشما لو البقى جدية الشراخت او الشريط اللي انت لزقته ده اتقطع تمام او حصل فيه فصلك ده يبقى الشرق ده لسه بيستمر تعرف سبب الشرق ده وتبدأ تعالجه تمام يبقى دية اول حاجة ايه دي ازاي تحدد ان الشرق ده مستمر ولا مش مستمر يا بشماندس تعال ابقى جدوات يا بشماندس اه بالمنظر ده بالمنظر ده انا شايف ادي الشرخة هو رحت عملت بقجة من وشمال البقجة دية سمكها دي سمكها من واحد لاتنين سنتي التخنة بتاعتها من واحد لاتنين سنتي وارتفاعها اللي هو العرض بتاعها من اربعة لخمسة سنتي وطلها طلها دوت على حسب الشرق وما تقلش عن اربعة وما تزدش ايه عن خمستاشر كده غطينا جزء صغير النهارده من درسنا الجميل تمام الشيق للأسف زي كل مرة ما الحقناش ايه يعني نغطي بقية العناصر التانية هنكملها ان شاء الله في الحلقة القادمة والى لقاء آخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة